دقائي حماية الأطفال هي مسؤولية كل المجتمع مش بس الأهل الأطفال هني المستقبل وقديش هني بيتمتعوا بصحة جيدة بيأشروا إلى مستقبل صحته جيدة ومجتمع جيد طبعا العمل على هالصعيد ما بيقدر يكون هيك عشوائي لازم يكون فيه سياسة صحية متبعة ودقيقة يلتزموا فيها الجميع حتى نقدر نجنب الأطفال المخاطر لكثير ويلي لسوق الحظ عمل بتزيد مع الأيام ومع ظروف بلدنا اللي كمان لسوق الحظ سيئة بكثير من المجالات لما منحكي عن البيئة عن التلوث عن كل هالأمور يلي عمل بتزيد من المخاطر عليهم الاختصاصي طبعا بطب الأطفال الرئيس دائري الطب الأطفال بالجامعة اليسوعية دكتور برنار جرباقة بدي رحب فيك بصوت لبنان دكتور جرباقة يعني باللواقع انت عندك بيقولوا باع طويل بالعمل بهالمجال من أول ما بتديت كطبيب أطفال ما كان عملك مقتصر انه مثل الكتار من الأطباء انه أنا بطبي بالأطفال بتابعهم بهتم بكل التفاصيل الصغيرة نحنا منعرفي أطباء بتلفنوا حتى يرجعوا تيتطمنوا كيف صار هالولد ونزلت حرارته انت كان عندك هاجس حماية الأطفال أنا متابعة الحملات الكبيرة يلي كنت تقوم فيها وتنظمها للوقاية من الحوادث المنزلية لما كنت تقلنا قديش الولاد معرضين بقلب البيت لحوادث نتيجة أهمال أو عدم معرفة الأهل كمان كنت تهتم بحماية الأطفال بكل الصعود بأماكن التجمعات مثل المدارس والجاردري باتباع الوقايات والوقاحات الضرورية لقلهم يعني كان إلنا مشوار طويل بهالصعيد وأنت المناضل الذي لا يتعب أول شيء موين تستمد قوتك من الأطفال باستمد القوة من الأطفال من الأسر من الأمهات ومن كل اللي بيساهم بحماية الأطفال مثل حضرتك ست سميرة ومثل هالمؤسسة الموقرة يلي من عشرات السنين عندها الدورة السياسية إنما كمان بدون دورة الإعلامية عندها الدورة المجتمعية يلي بتناول مواضيع بتخص صحة المواطن وبقاءه وبقايته وحمايته واستمرارته طبعا نحن عنا مسئولية تجاه المجتمع مثل ما حضرتك يعني أنت اخترت أنه تكون عندك هالمسئولية تجاه المجتمع وحماية الأطفال أنا مش لحا خصص الحلقة حتى أحكي عن إشي كتيري أنا بعرفها شو بتقوم أنت وما بتعلن وما بيعرفوا يمكن الناس وكلها جديرة عن جد بالفخر والاحترام أكتر وأكتر لألك بس خليني الفط الأصدقاء المستمعين بالبداية إنه كمان فيكن تابعوا هاللقاء بالصوت والصورة على صفحتنا على الفيسبوك Voice of Lebanon 100.5 دكتور جربيق حكينا سوا عن أكتر الأشياء اللي بتهدي صحة الأطفال نحنا بنحكي هون عن الصحة الجسدية ولكن طبعا في تدعيات أخرى بتأثر يمكن فيما بعد نطرحها صحة نفسية للأطفال كمان شغلة كتير مهمة وبتتأثر وبتأثر على الصحة الجسدية هيدا التفاعل بيصير سوا حكينا عن اللقاحات حكيتنا بالأسبوع الماضي أو من أسبوعين عن اللقاحات بين الضرورية والبين الألزمية والضرورية ولكن كمان لما طرحنا هالشيء لنا لازم يكون في سياسة صحية دقيقة هي تأمن هالحماية للأطفال كيف بتشوف هالسياسة إذا منعتبر أنه الأطفال اللي بين صفره 14 سنة بيكونوا 23 إلى 25% من المجتمع نعم إذا مناخد بعين الاعتبار أنه درجة الفقر صارت تتخطى 30% من الشعب اللبناني إذا منعتبر أنه المشاكل البيئية التي تزداد في لبنان تساهم في عامل الخطر بموضوع الوقاية والحماية إذا منشوف العديد من النقاط اللي بتعني صحية الأطفال اللي صارت إياه على البرتقالة إياه على الأحمر وما في شيء منه على الأخضر بدنا نواجه بمقاربة شاملة وفعالة هالمقاربة هي التي تجمع حقوق الطفل والصحة العامة تبقى واجبيت الحكومة والمجتمع تجاه الأطفال اللي هن مش بس مواطنين مستقبل اللي هن مواطنين الحاضر بتصير مسؤوليات تتناول الوقاية الأولية والتدخل المبكر والمعالجة كتير مهم الوقاية الأولية والتدخل المبكر طبعا إضافة للعلاج قداش بيجنبونا مقاسة على هالصعيد بعطيكي مثل نعم شو أحسن شي عملته الإنسانية من الناحية الصحية تجاه الأطفال اللقاحات اللقاحات هو تاني شغلة أحسن شغلة عملت بالإنسانية لحماية الأطفال شو أول شغلة؟ الشغلة هي ما يشرب ما يتشرب ما يتشرب يعني شوفي قديش بسيطة الأشياء الغيرتها الإنسانية تجاه الأطفال وأنا بديسألك سؤال نعم في لبنان مين بيسترجع يشرب من الحنفية ما حدا مين بيسترجع عم بيخاطر معناتها أنه عكس عن باقي البلدين لبنان ما بيأمن ما يشرب لأطفال تتعقم هالماء بأشعة الشمس بس أبسط الأدوار يلي لازم يقوم فيها المجتمع اللبناني ودولة لبنانية مش عم نقدر نأمنه مظبوط أن مجهود اللقاحات في مجهود مهم ومن أحسن وأجود الأعمال بالحماية والوقاية قدمتها الدولة اللبنية والمجتمع مش الدولة لأحالى والمجتمع اللبناني خاصة المجتمع الصحي والطبي هو اللقاحات لأن صحيح قدرنا نحمي لبنان نحنا يعني حكيت أنه ميت الشرب النظيفة مش مؤمنة هاي دي لأولاد بالدرجة الأولى وقلت أنه الأهل عبينجبروا كمان يشربون من الجالونات أو أن يعقموا بإزاز بالشمس بس كمان حتى هالجالونات مين بيرقبة ومين نحنا بيطمننا أنه يعني ما مشوف غير أولاد بالرغم من كل الإحاطة فيهم على هالصعيد ما بتشوفهم غير بيصخنوا يعني بالنهية أنت مش عم بتغسل الخضرة والغراض كلها بمية الجالونات مش عم بتفرش سنينك بمية الجالونات يعني هالميا اللي عم بتنزل بالحنفية يعني قدمت في دينا إلا ما نرجع مش طبيعي أنه أهل اللي جيبوا مية جالونات بدون ما نسمي ماركات معيناتها يحمل مولادهم مزبوط ومزبوط أنه عديدنا المرات المي اللي عم تصال على البيوت واللي عم نفحصها بس يصير فيه تكرار بالالتهابات المعوية عم نلاقي فيها أشياء مش مقبولة يعني بتكون كأنه الطفل شربه ميت مجرير طب أنا بدي شرب ميت مجرير وحطه مطهر فيها ولا بدي وصل ما يشفها أنا عطيت مثل طبع المي لأنه هذا أحسن شي ممكن نقدمه لوليدنا ومش عم نقدمه لوليدنا يعني نحنا أول بس أنا من الآخر بدي شوف أنا عم نحكي عن سياسة صحية السياسة الصحية زعيمتها هي وزارة الصحة ونقابة الأطب والجمعيات المعنية بصحة الأطفال خاصة الجمعية لبناء طب الأطفال بس كمان باقي الجمعيات وسائر العاملين والنقابات بشأن الصحي هول كلهم عندهم مسئولية بتأمين للأطفال السياسة الصحية إنما الأسس بالسياسة الصحية هي شو ببلد مثل لبنان وزارة الصحة عندها قصم وهي رائدة بس في باقي الوزارات عندها مسئولية مهمة لتقدموا للأطفال وأهم شيء لازم يتقدم للأطفال عادة عن المي الشرب وعادة عن اللقاحات هن باقي الخدمات الصحية الوقائية وهون بدي أقول إنه في الخطر موجود على الصحة البدنية والخطر موجود على الصحة النفسية عند الأطفال يعني ما بيجوز إنه الطفل بمرحلة الجنين التسعة الشهر لأن أنا بيعتبر الطفل هو مش بس من الصفر من ناقص تسعة شهر لحد تمنتعش السنة هايدي صحة الطفل وصحة الطفل مش بس الطفل اللي صغير حتى المراهق طيب ما بيصير إنه يكون فيه إكسكليزيون استبعاد للمشاكل الخلقية عند الأطفال وما بيصير إنه يكون فيه كمان إكسكليزيون استبعاد للمشاكل الصحة النفسية عند الأطفال إذن عمليا المقاربة بالتشخيص المبكر هو أنه نعرف شو هني الأطفال اللي عم بيبين عندهم انظار أنه في عندهم مشاكل صحية بدنية أو نفسية والوقاية وأهم استثمار بالوقاية هو الأهلية الإيجابية positive parenting لذلك مثل ما قلتي بالأول تفضلتي قلتي أنه دور طبيب الأطفال مش بس بالمعالجة أنه كمان بالتفقيف الصحي هيدا دورنا نحن وصار فيه كتير مشاكل بين الإعليم والجسم الطبي بعدون بس القوى الموجودة بالجسم الطبي وبالجسم الإعليمي لحتى نتقارب ونرجع نمشي سوا بالتفقيف الصحي ونلعب هالدور هو دور مهم جدا وواجب للمجتمع اللبناني وللأسر وللأطفال بس أنا عمليا إذا بدي أقول أنه بموضوع طوارئ الأطفال فيه مجهود لازم ينعمل هيدا بالمقاربة العلاجية بموضوع التشخيص المبكر هيدا بالمؤسسات التربوية إن كان بالجردورية ولا بالمدارس يكون فيه تشخيص مبكر للمشاكل الممكن تظهر عند الأطفال وأيضا لازم نثقف الأهل بتشخيص المشاكل المبكرة عند الأطفال أي متى الحرارة خطرة أي متى التصرف طبعا الطفل بيكون في خطر عليه ما منشخص الطفل أنه صار عنده مشكلة بس ينتحر ما منشخص الطفل أنه عنده مشكلة بس يتسمم كل دمه ما منشخص الطفل بس يكون مراهق وصار عم بتناول العققير وعم بتناول الكحول وعم بتناول المخدرات لازم التشخيص المبكر والوقاية يكونوا داخلين من باب الصحة العامة ومن باب حقوق الطفل بالمنهج التربوي بالمدرسة بالمنهج التربوي حتى بالجاردوري لأن الجاردوري صارت أول ثلاث سنوات بالحياة وبهالعم بتعيم بتعيم بالولد يلي نحنا عملناه بالدعم من وزارة الصحة قدمنا سجل صحة جديد لوزارة الصحة ولهدي هدية لكل الأطفال في لبنان عطينا مساحة لصحة المراهق عطينا مساحة للصحة النفسية عطينا مساحة لحقوق الطفل وعطينا مساحة للتشخيص المبكر واللقائي دكتور برنار جر بيقى في سؤال ورد على الواتس أب رقم بيخلص ثلاثة أربعة تسعة بتقول ابني عمره أربع سنين ونص بيضلم هيبر على طول بيأكل مرتين فريانديز بالنهار ما بيأكل كل الطبخ بتقول عنده قلق بالليلة بيطلب حليب حتى يرجع ينام برأيك شو المشكلة أو شو الحال هيدا مش سؤال هيدا أربع أسئلة بس رح أجلهم عليهم كلهم أولا الحليب بالليل هو سم لازم يتوقف لأنه بيهري لسنين ومنه الجسم محضر ومهي لحتى يهدم بالليل ضروري إنه آخر وجبة مش بس على الأربع سنين على ثلاث سنين وعى السنتين وعى السنة إنه يقاف الأكل الليلي بس مش بنزاع مع الطفل بتفاهم مع الطفل وفي عدة طرق فيهم نشوفوها مع طبيب الأطفال اللي حتى يوقفوا الحليب بالليل يعني فينا نعمله عشا لازم نعطع عشا ويفرش سنينه لوحيد اللي زبديو يشربه بيشرب مي بس ما بيشربش أبدا نقطة تانية السكر السكر هو سم مثل الملح هو سم أبيض وضروري إنه كل السكريات نشيلة عن الأطفال أول سنة سنتين بالحياة لأنه هيدا مرحلة ما بيطلبها هو يعني ما بيكون عارف إذا بالبداية اللي بيعرفوا ما حطينا سكر بأول مرة ما حطينا حليب خلاص بيخدمت ولازم نعرف إنه إذا زدنا سكر على الأكل وعلى الحليب وعلى مأكلة بالطفولة المبكرة بيتعود الطفل على طلب السكر وإذا زدنا ملح بالأكل بالطفولة المبكرة بيتعود الطفل على الملح لذلك ما لازم يعرف طعمة الحليب هي حليب زائد سكر لازم يعرف طعمة الحليب الحليب لحاله ما لازم يعرف طعمة الخضار الخضر مع ملح او مع زبدي او مع اي شي لازم يعرف طعمة الخضر مثل ما هي بس نحن اوقاتك منزيد حتى نقبل لانه منحس ما لازم نقبل عنا مشكل بالسمنة والبدانة المحل الوحيد باللبنان عنا مشكل بالضعف هو الجوع اللي عم بيبلش يبين المشايا عم بيبلش يبين بلبنان مش بس عند الفئات يلي نزوح السكانة حتى عند اللبنانيين نحن كان مشكلنا من زمانة من 30-40-50 سنة كان في جوع عند الاطفال هلأ حلين هالمشكلة صار في بدانة وسمنة هلأ 30 بالمئة من الاطفال بيشكوا من سمنة وبدانة هلأ حاليا في عنا سمنة وبدانة عند قصم من الشعب وعنا جوع عند قصم تاني من الشعب وهذا شي يحكيناه انه من كمان من باب الحق من باب الصحة العامة ما بيسوى طفل يكون عنده سمنة وبدانة وكمان ما بيسوى طفل يكون عنده مجاعة وهون في دور مش بس لوزارة الصحة في دور لنقيبة الأطبة انه تلعب الدور المرشد الصحي تجاه المجتمع لذلك بكل برنامج لنقيبة الأطبة لازم نشدد على دور المثقف الصحي يلي تضاعف يلي بالأحلى ضعف بآخر مدة بدل ما يزداد بآخر مدة ولازم هلأ يكون المشروع المستقبلي لنقيبة الأطبة انه التفقيف الصحي دور مهم والارشاد الصحي كمان دور مهم بالمشاكل الدورية والمشاكل يلي ممكن تظهر من وقت لوقت مثلا تسمم مثلا نكون حضرين لمواجهتها كلا هالمشاكل نعم هادي بالنسبة للموضوع بدك تحكي شيء عن قلتلي أربع أسئلة يعني اللي حكينا عن السنين حكينا عن الجهاز الهضمي حكينا عن السمنة والبداني وحكينا عن السكر نعم الهيبرة يعني هي نتيجة المأكلات اللي فيها حلو أوقات أنا بتمنى على الأهل ما بقي يحطوا إتيكات على أولادهم أنا بيجيبولي ولد بيقولوا هيدا ولد إيبرة أكتيف بقولوا هيدا تشكيص صبة بيطلع عادة لا بس بمعنى أنه بيستعملوا أوقات الأهل مصطلحات ممكن تأذي الطفل وبعدين الطفل اللي بتحكوه أنه هو إذا بتقوله للطفل لونك أخضر مرة ومرتين وثلاثة بيصدق لون أخضر طبعا استعمل غير مصطلحات وشتائم بتنقل للطفل بالآخر بيصدق الطفل وبيبني عليها وبيحط حاله هو بخانة وباقي الأولاد بيحطه بنفس الخانة والمدرسة بتحطه بنفس الخانة أنا نصحت للأهل طلوقت قولوا كلمات إيجابية لأطفالكم هون موضوع الصحة النفسية حتى لما بيعمل شي غلط منقل له أنت كتير منيح بس هالشي اللي عملته غلط مش أنت مثلا إذا الولد ما بيعرف يعني الكذب من الحقيقة بعمر معين بدل ما نقل له أنت كذب منقل له أنت هالمرة ما حكيت المظبوط بالضبط نحط اللوم على الفعل مش على الشخص الولد بيقدر يميز بس نحط اللوم على الفعل أنه هو صالح وبإمكانه أنه يصلح هالشي وبيعطيه نفس الوقت أمل وحافظ لحتى يصلح هالشي بينما إذا قلت له أنه أنت هايك يعني خلاص خلاص خطيت له هالشخيص نهائي أنه أنا هايك خلاصا بس يتكرر الموضوع دكتور جربيق سؤال العصير الطبيعي التازع ما بيسوى بقع الجزر هال مفيد ولا لا من الآخر من الآخر ما تعطوا عصير لولادكم أعطوهم خضرة وفوكية ما بيأكل الفوكية مثل هون تعطوه سالة دفري بس أحسن تعطوه الفاكهة ما تعطوه العصير أبدا السائل الوحيد اللي فيكن تعطوه بكترة هو المي بس ما في شي يكون في سكر لازم تعطوه لأطفالكم ماري بتقلك عندي طعم لولادة من أكترة نعم نعم كلفتهم 350 ألف قدرنا نأمنهم من مستوصف ممكن نعملهم بالصيدلية بأقل كلفة بكتير أنا نصيحتي كتير واضحة أول شي قبل ما تعملوا لقاح لطفلكم لازم نفحص أو عن طبيب الأطفال أو بالمركز الصحي اللي تابع لوزارة الصحة أو لوزارة شؤون الاجتماعية نقطة تانية بتشوفوا برنامج اللقاحات شو ما كان اسمه اللقاح شو ما كان نوعه اللقاح مع طبيب الأطفال اللي موجود أو بعياته أو بالمركز الصحي اللي حتى تعرفوا بأي وقت وشو عدد اللقاحات اللي يجب تعملوها بقية متبق ما في مشكلة طيب فينا نحنا ننقل الطعام يعني أنا أخذ الطعام أبداً ما بيسوى أبداً لأنه بد يكون بحرارة معينة ما بيسوى بينرمى بعدين وحرم يدفعوا حقه وينرمى اللقاح عا بيصير مؤذي ومدر ما لازم ينعمل اللقاح إذا ما نحفظ شان دي فروة يعني سلسلة البرد إذا كسرنيها بيكون صار ما بيسوى اللقاح أنا قلتشه هن الشروط لازم ينفحص الولاد من قبل الطبيب وينعمل اللقاح أو بالعيادة أو بالمركز الصحي فقط لا غير مش بالصيدلية أبداً حتى لو هن السيدلية أمنوا اللقاح أنا نصيحة كتير واضحة أنا بفهم أنه في دور مهم للصيدلية بالحلقة الصحية وفي دور للممردة والقابلة القانونية وللطبيب وكلنا يعني مساهمين بتنشيط هالعمل الصحي بس بيوضع بيعرف بلبنين إلو خمسين سن اللقاح بنعطى بهالطريقة لازم يكفي نعطى بهالطريقة كمان مستغرب بيقولك هيدا عصير طبيعي طازم حضر بالبيت مش تجاري ومعلب كمان بيظل ممنوع العصير للأطفال يعني في كتير سكر وبعتقد هلأ كل دول العالم عم تنصح أكتر وأكتر ما بقى ينعطى عصير للعالم بقى رسالتي عن جد كتير واضحة نعم دكتور جربي يعني يعني بعرف أسئلة المستمعين دايما فيه هواجس بالنسبة لأولادنا بس فيه كمان عندنا مش